سيد تفاسير آل علي الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة إنها الصفحة الثالثة والثلاثون إنه الحديث السادس والعشرون عن سيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه يوجه خطابه لي وإليكم إن كنا من شيعته يا معشر شيعتنا يا معشر شيعتنا الخطاب للمجموع من الشيعة وليس للأفراد فمعشر الشيعة مجموعهم الذين تعاشروا وترابطوا واتصلوا فيما بينهم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين والمعتقدين مودتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم 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 وأصحاب الرأي كلام الأمير دقيق أصحاب الرأي يقولون نحن ننهج منهج العقل نحن مع العقل نحترم العقل وحق الحسين لا يعرفون العقل ولا يحترمون العقل هؤلاء يتحدثون بحديث الاستحسانات الخرقاء سأبين لكم ولكن أصبروا علي يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي لماذا؟ فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث أعداء الروايات فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا إنه مجهول المالك فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب من أتبائهم ومقلديهم ونازعوا الحق أهله نازعوا الأئمة وجلسوا في مجالسهم قطعا هؤلاء ليسوا من الوهابيين الوهابيون لا يقولون إننا نواب صاحب الزمان إنهم مراجع النجف وكربلاء ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فسئلوا ماذا تقول العترة في الموضوع الفلاني وهم لا يفقهون شيئا من معارف العترة فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون تكبروا وعاندوا فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم مشكلتنا تختصرها هذه الكلمات العلوية بشكل موجز مشكلتنا يمكنني أن أضعها في النقاط الثلاثة التالية النقطة الأولى ما عندنا من معلومات لم تأخذ من المصادر الصحيحة للعلم أتحدث عن معلومات مراجع الشيعة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بأصغر عمامة أتحدث عن معلومات الخطباء والشعراء والرواديد أتحدث عن معلومات أصحاب الحسينيات والمرتادين إليها أتحدث عن معلومات أصحاب المساجد وأئمة المساجد والمؤذنين والذين يرتادون المساجد أتحدث عن معلومات المثقفين من الشيعة المعلومات الموجودة في الوسط الشيعي لم تأخذ من المصادر الصحيحة هناك مصدران صحيحان فقط للمعلومات الدينية الصحيحة قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط هذان المصدران المعلومات الموجودة عند الشيعة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بأصغر شيعي لا علاقة لها بهذين المصدرين معلومات تخالف هذين المصدرين هذه مشكلتنا هذه المشكلة الأولى وبنحو مختصر موجس وستجدون أن المشكلة التي سألت عنها هذه الرسالة وسائر الأسئلة الأخرى التي هي في نفس الاتجاه ستجدون أن المشكلة قد نشأت من المعلومات غير الصحيحة التي تتوفر في الساحة الشيعية إذن هذه المشكلة الأولى مشكلة كبيرة جدا المعلومات المتوفرة في الساحة الشيعية أتحدث عن المكتبة الشيعية أتحدث عن الحوزة الشيعية أتحدث عن المدارس الدينية الشيعية أتحدث عن المواقع الألكترونية الشيعية أتحدث عن الفضائيات الشيعية أتحدث عن الإعلام الشيعي أتحدث عن الأحاديث التي تدور في المساجد والحسينيات الشيعية أتحدث عن الأحاديث التي تدور في البيوت بين الأسر الشيعية أتحدث عن كل هذا المعلومات هذه لم تأخذ من المصادر الصحيحة وإن أخذت فلم تفهم وفقا للقواعد الصحيحة التي يريدها منا محمد وآل محمد بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير هذه المشكلة الأولى النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة الثانية يتحدثون عن العقل ويتبجحون في الحوزة النجفية والكربلائية من أنهم من أنصار العقل ومن معيدي العقل ومن المتمسكين بالعقل وكأن الذي يتمسك بأحاديث أهل البيت كأنه يعاد العقل منهج أهل البيت هو منهج العقل والدين يعتمد على أساسين يعتمد على أساس العقل والعلم عن أي عقل يتحدث هؤلاء أساسا لا يفقهون ما هو العقل الذي يتحدثون عنه بشكل سريع أحدثكم عن العقل أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الفلسفية لموضوع العقل لكنني بشكل سريع أقول هل هناك من تعريف للعقل الجواب لا يوجد لدينا من تعريف للعقل ليس في القرآن من تعريف للعقل وليس في أحاديث العترة من تعريف للعقل وليس عند الفلسفة من تعريف للعقل ولا يوجد عند الحكماء ولا عند الصفيين ولا عند العرفانيين ولا عند أي مجموعة في العالم من تعريف للعقل كنه العقل نحن لا نعرفه ما عندنا من تعريف في الكتاب الكريم في حديث العترة في كتب الفلسفة والحكمة في أي مكان في العالم ما عندنا من تعريف للعقل هو تعريف لآثاره فحينما يتحدث القرآن عن أولي الألباب عن أرباب العقول إنه يتحدث عن أوصافهم أوصاف أرباب العقول هي أهثار العقل وحينما تتحدث كلمات أهل البيت عن العقل ومنافعه عن العقل وخصائصه عن العقلاء وأرباب العقل ومتحهم يتحدثون عن آثار العقل في حياة أولئك حينما يقولون من أن العقل ما يعبد به الرحمن ما يطاع به الرحمن ما يكتسب به الجنان هذه أهثار العقل هذا ما هو العقل العقل شيء آخر إذا توفر العقل فمن آثاره نطيع الرحمن من آثاره نكتسب الجنان لكن ما هو العقل لا يوجد تعريف للعقل في الفلسفة حينما يأتي الفلسفة ويعرفون العقل من أنه ما يجود به كما عرفه ابن سينة وغيره وحتى فلسفة الإغريق القدمة من أن العقل ما يجود به أو يوجد به هناك من عرفه ما يوجد به أو ما يجود به ما يوجد به التمييز بين الخير والشار بين النافع والضار بين العلم والجهل إلى غير ذلك من المعاني هذه أثار العقل هذا ما هو العقل القوة التي يجود بها أو يوجد بها التمييز بين الحسن والقبيح هذه أثار العقل الذي يمتلك العقل يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح ما هو العقل أين تعريفه لا يوجد تعريف للعقل إدراك إدراكنا للعقل إدراك بديهي والإدراكات البديهية ليس لها من تعريف وحتى هذا الإدراك البديهي للعقل هو إدراك لوجوده لا لكنه كنه العقل لا نستطيع أن نتلمسه وفي العلوم المختبرية حينما يتحدثون عن العقل من أنه أنشطة فسلجية في دماغ الإنسان بسبب تفاعلات كيميائية حتى حينما يتحدثون بهذا المستوى لو سألتهم عن السر وراء تلك الأنشطة لا يعرفون السر وراء تلك الأنشطة وأنا لا أريد أن أنكر من أن العمليات العقلية هي تفاعلات كيميائية في الدماغ البشري لكن القضية لا تبدأ من هنا العقل أساسا نقطة شديدة وقوية في الروح هي أقوى نقطة في الروح وأشد نقطة في الروح الطاقة العالية في الروح هي العقل ومثلما الروح هي التي تمتلك القدرة على البصر لكنها تترجم قدرتها عبر العينين الروح هي التي تمتلك القدرة على السمع لكنها تترجم قدرتها عبر الأذنين كذلك القدرة العقلية تترجمها الروح عبر الدماغ هذا موضوع خارج عن بحثنا كنه العقل نحن لا ندركه وإنما ندرك آثار العقل هذا موضوع معقد وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل العقل الذي يجب علينا أن نتحدث على مراتب هناك العقل الحجة وهذا هو الذي يحتج به الله على جميع البشر ولا أعتقد أن أحدا من الآدميين الطبيعيين يستطيعون أن ينكر العقل الحجة ما المراد من العقل الحجة هذا مصطلح من ثقافتنا من ثقافة العطر في ثقافات الأخرى قد يقال له العقل الأول قد يقال له العقل النظري البحث قد يقال قد يقال له العقل البديهي قد يقال له العقل الفطري إنها مجموعة البديهيات مجموعة الحقائق مجموعة المعلومات التي تشكل المنطق المنطق الأساسية لفكر الإنسان ولنظرة الإنسان لنفسه ولما حوله على سبيل المثال الأثر يدل على المؤثر هذه القضية لا علاقة لها بدين من الأديان الذين ينكرون الأديان وينكرون الخالق والإله هم حتى إذا أنكروا بألسنتهم من أن الأثر لا يدل على المؤثر لكن حينما يأتون إلى بيوتهم ويجدون من أن الباب قد كسرت ومن أن الأشياء الثمينة في بيوتهم قد سرقت يستدلون بهذا الأثر على لص قد جاء وسرق ولذلك يتصلون بشرطة حتى وإن أنكروا بألسنتهم عنادا من أن الأثر لا يدل على المؤثر لكنهم في الحياة عمليا يرتبون ما يرتبون في كل تفاصيل أمورهم وفقا لهذه البديهية قلت لكم إنني أتحدث عن الآدميين الطبيعيين الذين لا يريدون أن ينكروا الحقائق ولا يريدون أن يعاندوا الحقيقة الأثر يدل على المؤثر الجميع يتفقون عليها فاقد الشيء لا يعطيه الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل النقيضان لا يجتمعان المتضادان النقيضان يعني أن أكون موجودا وأن أكون لا موجودا في الوقت نفسه هل يمكن هذا أن أكون موجودا وأن أكون لا موجودا أن أكون موجودا في الاستوديو الآن وأن أكون لا موجودا هل يمكن أن تجتمع هاتان الحقيقتان أني موجود في الاستوديو وأني لست موجودة النقيضان لا يجتمعان المتضادان لا يجتمعان في جهة واحدة وإنما في جهتين الليل والنهار لا يجتمعان في مكان واحد ولكن يمكن أن يكون ليل في مكان في الوقت نفسه يكون هناك نهار في مكان آخر مثل ما يحدث في كرتنا الأرضية يمكننا أن نتصل تلفونيا الآن في بعض البلدان إنها في منتصف الليل وما بعد منتصف الليل وفي بلدان أخرى لا زال النهار موجودا عندها وهكذا المتضادان يجتمعان ولكن من جهات مختلفة لا في جهة واحدة لا في مكان واحد في مكان واحد المتضادان لا يجتمعان مجموعة من هذه البديهيات من هذه النظريات من هذه المعلومات من هذه الحقائق من هذه الأوليات يتشكل منها منطق العقل الإنساني هذا هو العقل الحجة الذي يحتج به الله على الخلائق هذا العقل الحجة أنتم الآن حينما تعرض عليكم قضية إن كانت دينية سياسية علمية ويقول البعض عقلي لا يقبلها إنه لا يرفضها بهذا العقل لا يرفضها بهذا العقل وإنما يرفضها بمستوى آخر من العقل قلت لكم العقل على مستويات العقل الذي يحتج الله به علينا هو هذا العقل الفطري مجموعة البديهيات مجموعة الحقائق التي يقبلها كل البشر كل البشر الكل أكبر من الجزء هل يختلف فيها إثنان الجزء أصغر من الكل هل يختلف فيها إثنان فاقد الشيء لا يعطيه هل يختلف فيها إثنان إلى مجموعة طويلة من الحقائق حين يقال مثلا العرش قبل النقش لا يمكن للنقاش أن ينقش شيئا من دون أن يكون هناك عرش العرش قبل النقش لا بد من وجود العرش حتى بعد ذلك يستطيع النقاش أن يقوم بنقشه وإلا من دون عرش فأين سيكون النقش هناك سلسلة من المعلومات تشكل العقل الحجة هذه المعلومات هي التي يحتج يحتج الله بها على العباد وهذا هو العقل الحجة المعلومات التي يقبلها جميع البشار بغض النظر عن الجنسيات والأعمار بغض النظر عن الديانات نحن لا نتحدث عن دين هنا نتحدث عن عقل العقل الحجة هو هذا العقل الفطري الأولي قلوا ما شئتم هذا هو مقام العقل الحجة المقام الثاني مقام العقل العلمي هذا يختلف باختلاف العلم الذي يمازج العقل العقل الحجة أدلت أدلته بسيطة فحينما نجد أثرا ما نستدل بالأثر على المؤثر والدليل والدليل واضح عندنا من أن الأثر يدل على المؤثر كل شيء حولنا هكذا يقول الوجود كله يقول من أن الأثر يدل على المؤثر تجاربنا العقلية تجاربنا الحياتية الفطرة الفطرة الداخلية عند الإنسان ضمير الإنسان يقول من أن الأثر يدل على المؤثر وهذه قضية بسيطة أدلة العقل الحجة أدلة بسيطة ولذا تقبلها النفوس العقل العلمي أدلته مركبة آتيكم بمثال أنا وأنتم شيعة نحن متفقون أن سلسلة الأئمة الأوصياء إثنى عشر نحن الإثنى عشريون لماذا لأننا نعتقد بأن سلسلة الأئمة الأوصياء إثنى عشر والثاني عشر هو الحجة ابن الحسن إمام زماننا إذا كنا على علم بهذه المعلومة الدينية وكنا معتقدين بها عندنا أئمة عددهم إثنى عشر والإمام الحادي عشر استشهد وترك الإمامة للإمام الذي بعده نحن لا التقينا به ولا نريد أن نتحدث عن أحاديث ولادته العقل العلمي يعني أن عقلنا الذي يمتزج بهذه المعلومة الدينية ماذا يقول يقول لا بد من أنه قد ولد ولا بد من أن يكون موجودا وبما أننا لا شاهدنا الولادة فنحن في عصر متأخر ولا التقينا به فلا بد أن يكون غائبا عن أبصارنا لأننا لا نستطيع بحسب معلوماتنا الدينية لا نستطيع أن نتصور العالم من دون إمام هكذا نعتقد نحن الأخرون لا يعتقدون بهذا هذا الدليل دليل عقلي علمي لنا بحسبنا لا يكون دليلا عقليا بالنسبة للسني الذي لا يعتقد بهذه المعلومة فهذا ما هو بدليل عقلي كامل هذا دليل عقلي مركب شطر منه ينتمي إلى العقل شطر منه الشطر الثاني ينتمي إلى معلومة أنا أعلمها وهكذا الأمر بالنسبة لمعلومة تأريخية عند عالم بالتأريخ فيقول بحكم العقل هذه المعلومة لا بد أن تكون في الزمن الفلاني بحسب معلوماته هو يعتقد بصحة هذه المعلومات فيقوم بممازجة بين تجربته العقلية ومن تفعه من العقل الفطري مع هذه المعلومة التي عنده يشكل دليلا عقليا علميا مركبا يكون حجة عليه بحسب هو لا يكون حجة على عالم الكيمياء الدليل العقلي العلمي هذا دليل المركب وأكثر أدلتنا في الدين هي من هذا النوع لأننا نأتي بمعلومات نحن نعتقدها نحن متأكدون من صحتها المسيحيون كذلك اليهود كذلك الاحتجاج إنما يكون بالمقام العقلي الأول يكون حجة على الشيعي وعلى السني وعلى المسيحي وعلى اليهودي أما الدليل العقلي العلمي هذا المقام من مقامات العقل هذا يكون حجة علي أنا الشيعي والسني عنده معلومات هو يعتقد بصحتها يشكل منها دليلا عقليا له إنما إذا أردنا المحاججة علينا أن نناقش هذه الأدلة فهذه الأدلة تحتاج إلى مناقشة كي نثبتها لا تستطيع أن تكون حجة بنفسها كبديهية الأثر يدل على المؤثر يقبلها الجميع قطعا بغض النظر عن المعاندين بغض النظر عن أصحاب الشبهات أنا أتحدث عن الآدميين الطبيعيين الذين يمتلكون صحة جسدية طبيعية وصحة عقلية طبيعية وصحة نفسية طبيعية وما عندهم من مشكلة ولا من عقد في قبول الحقائق العقل الحجة لا يستطيعون أن يواجهوا أما العقل العلمي لن يكون حجة إلا بعد إثباته بينما العقل في مقام الحجة هو يثبت الأشياء لا أننا نثبته فارق كبير في مقام العقل العلمي نحن بحاجة إلى إثبات أدلة العقل العلمي وبحاجة إلى مناقشة أدلة العقل العلمي عند الطرف الآخر فعلينا أن نثبت دليلنا وعلينا أن نناقش دليل الآخر لرده ورفضه يأتي يأتيك آت من دون تمييز بين هذه المطالب ويقول لك إن عقلي لا يقبل هذا عقلك لا يقبل هذا عقلك أساساً ما هو بحجة حتى تتأكد من معلوماتك إلا إذا كنت تتحدث عن عقلك في المقام الأول في مقام الحجة وحينما لا تقبل شيئاً أنا لا أقبله أيضاً لأننا سنشترك في هذا المقام لأن المقام هذا مقام بديهيات يتفق عليها جميع البشر وإلا فليس هناك من حجة لله على الناس حينئذ العقل في مقام الحجة حجة على جميع البشر بغض النظر عن الديانات والاتجاهات والأذواق والقوميات والأجناس العقل العلمي يكون خاصاً بأصحاب ذلك العلم عندنا معلومات من العترة الطاهرة ووفقاً لهذه المعلومات فإننا نشغل عقولنا كي نتعامل مع هذه المعلومات ونقول من أن العقل يقول هكذا هذا عقل علمي هذا عقل فعلته وقمت بإعماله في المعلومات التي عندي التي أعتقد بصحتها إذا أردت أن أناقش الآخرين بها لا يحق لي أن أقول من أن العقل يقول هذا أي عقل هذا هذا عقل علمي علي أن أثبت صحة ما أقول وأن أرد العقل العلمي الذي يتحجج به الآخر وإلا لا فائدة من الكلام هناك العقل العملي أو التجرب وهذا هو الذي أكثر الناس يتحدثون عنه الناس لا يتحدثون عن العقل الحجة عن العقل الفطري هذا العقل منسي والناس لا يتحدثون أيضا عن العقل العلمي لأن الذين يتمسكون بأدلة العقل العلمي كل مجموعة بحسبها يتعصبون لأدلتهم ويعتبرون الآخرين الذين يخالفونهم من أنهم يخالفون العقل هم لا يخالفون العقل هم يخالفون عقلا مركبا دليلا مركبا ما بين قوة عقلية ومجموعة معلومات الآخر لا يعتقد بصحتها لكن أكثر الناس حينما تتحدث عن العقل تتحدث عن العقل في المقام الثالث إنه العقل العملي العقل التجربي كما يصطلحون عليه هذا العقل هو العقل الحاضر في حياة الناس لأن الناس يديرون ويدبرون أمورهم بهذا العقل هذا العقل في الحقيقة ما هو بعقل مستوى من مستويات الإدراك وإنما يطلق عليه هذا المصطلح مسامحة وتساهلا العقل العقل الحقيقي هو العقل الحجة والعقل العلمي أما هذه تجارب هذا إدراك فلنسمه 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 العقل العملي يصطلح عليه في الروايات التدبير هذا هو التدبير التدبير من آثار العقلين الذين تحدثت عنهما قبل قليل على أي حال نحن مع المقام الثالث من مقامات العقل إنه العقل العملي العقل التجربي هذا العقل ينشأ من العديد من المناشئ الوراثة نحن نرث من أسلافنا وليس بالضرورة من آبائنا بشكل مباشر من أسلافنا من أسلافنا القدماء ومن أجدادنا وآبائنا القريبين نحن نرث منهم نرث على المستوى الفسلجي والجسدي والأعضاء ونرث منهم كذلك على المستوى السايكولوجي على المستوى النفسي هناك وراثة فسلجية وهناك وراثة سايكولوجية نحن نرث هذا ونرث هذا من أسلافنا وقطعا كل هذا له تأثير في نشأة العقل العملي بعد ذلك تأتي تربية البيت البيت المتدين يربي بطريقة تختلف عن البيت غير المتدين البيت المثقف يختلف يختلف في تربيته عن البيت الأمي وهكذا البيت الذي يستعمل العقل والذكاء والفهم وسينة للحياة قطعا يربي بطريقة تختلف عن البيت الذي يستعمل الصراخة والعصى والقوة الجسدية وسيلة في الحياة الوراثة الفستجية والسيكولوجية التربية البيتية بعد ذلك تأتي المدرسة ويأتي الشارع والمجتمع وتأتي الحكومة بسياستها وما تريد الأصدقاء الثقافة التي يكتسبها الإنسان التخصص العلمي أو الحرف والمهن والأشغال المختلفة فما كل الناس يذهبون باتجاه التخصص العلمي الحرف والمهن والأشغال لها ثقافتها ولها أعرافها وآدابها وقوانينها وطبيعة التعامل مع كل حرفة تختلف من حرفة إلى أخرى مع الناس ومع الأشياء التي يتعامل معها صاحب الحرفة التجارب التي تمر بالإنسان والتجارب التي يراها الإنسان عند الآخرين ويعتبر منها ألا يقولون من أن الإنسان إذا ما عرف تأريخ سنة فإن عمره ازداد سنة لأنه طلع على تجارب سنة لقوم آخرين كل هذا يشكل إدراكا جمعيا مجموعيا هو هذا الذي يقال له العقل العملي ما بين الوراثة الفسلجية والسايكولوجية ما بين التربية البيتية والمدرسية ما بين الشارع والأصدقاء وثقافة العامة ما بين الحكومة وسياستها وقوانينها ما بين التخصص في العلم أو في المهن والحرف والأشغال و كل هذا إذا ما جمعه الإنسان وقام بعملية تمحيص ومقايسة ومقارنة فيما بين المعلومات ووصل إلى حد من الإدراك على أساسه يصرف شؤون حياته وعلى أساسه يقيم الأشخاص الآخرين وعلى أساسه يقيم الأفكار وفقا لثقافته وتربيته هذا هو العقل العملي وهذا ما هو بحجة قد يصبح حجة إذا كانت المناشئ صحيحة ولكن من أين نأتي بكل هذه المناشئ كي تكون مناشئ صحيحة هذه المناشئ يختلط فيها الصحيح بغير الصحيح العقل العملي ما هو بحجته وإنما يكون حجة في بعض الأشياء في بعض الأمور مثلما في الفتاوى والأحكام فإننا نرجع في تقييم بعض الأمور في تشخيصها إلى العرف العرف هو هذا العقل العملي ولكن الرجوع إلى العرف له شرائطه له خصائصه هذه المسائل مفصلة لا يمكنني أن أحيط بكل أطرافها في هذه العجالة السريعة بين هذه المقامات يذبح الدين وتذبح الحقائق فيأتيك قائل ويقول هذه يرفضها العقل أي عقل يرفضها هل يرفضها العقل الحج وحينئذ بإمكانك أن تقول من أن هذه يرفضها العقل وحينئذ يرفضها الله لأن الله قد احتج علينا بالعقل العقل الذي احتج الله به علينا هو الذي يقبله جميع البشر إنها البديهيات الأولية يقبلها جميع البشر فإذا كانت الحقيقة الدينية تتعارض مع تلك البديهيات من أن الحقيقة الدينية هذه تؤدي إلى اجتماع نقيضين تؤدي إلى اجتماع متضادين من جهة واحدة تؤدي إلى رفض حقيقة أن الأثر يدل على المؤثر تؤدي 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 سيرفضها العقل الحج وما يرفضه العقل الحج هو مرفوض في الدين لكن مساحة العقل الحج مساحة محدودة إنها مساحة في أصول الأشياء لا في التفاصيل والتفريعات وفي الأمور الجزئية التي حقائق الدين موجودة فيها أصول الأشياء وأمهات المسائل تلك هي العناوين الرئيسة نعم العقل الحجة له الحق أن يحكم على الأصول وعلى المسائل الرئيسة وعلى أمهات المطالب العقل العلمي يكون حجة في دائرة المعلومات الصحيحة لأهلها للمختصين فيها وإذا أرادوا أن يثبتوا ذلك عليهم أن يناقشوا الموضوع للآخرين وأن يثبتوا حقائق ما يعتقدون بها في نقاش علمي واضح أما العقل العملي وهو الذي يحتج به الناس لا قيمة لحجيته هذا عقل مناشئه ليست صحيحة مناشئه مختلطة فهل الذي نرثه من آبائنا فسلجيا أو سايكولوجيا نرث شيئا صحيحا هل أن أهبائنا معصومون حتى نرث منهم الشيء المعصوم فقط فإننا نرث العيوب من أسلافنا على المستوى الفسلجي وعلى المستوى السايكولوجي العيوب موجود من البداية في نشأة هذا العقل في نشأة العقل العملي التربية أيضا في البيت التربية في المدرسة أيضا ثقافة الشارع ثقافة الأصدقاء والقرناء إلى بقية الأمور التي أشرت إليها ما هذه أمور مختلطة بهذا يرفض الناس الدين وبهذا يقيم الناس الدين فيقولون من أن عقولنا لا تقبل هذا في البداية أثبت لي أن عقلك الذي تريد أن تناقش الموضوع فيه من أنه عقل سليم وبعد ذلك تعالى وناقشني إنك لا تناقشني وفقا للعقل الحجة وفقا للبديهيات ولا تناقشني وفقا للعقل العلمي للمعلومات التي أنا وأنت نعتقد بها أنك تناقشني وفقا لذوقك وذوقك ما هو بعقل هذه نتائج تربية ووراثة يقال لها تجوزا العقل العملي الدين لا يدرك بالعقل العملي العقل العملي لتدبير أمور الحياة لا علاقة له بإثبات الدين أو بمناقشة الأدلة والحقائق مشكلة مشكلتنا هنا عندنا مشكلة في مصادر العلم الصحيح معلوماتنا ليست صحيحة وعندنا مشكلة في فهم العقل ومع أي عقل نتعامل وحينما نقول من أن العقل حجة ومن أن العقل دليل ومن أنه من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له هل الحديث عن العقل العملي أما العقل الشيطاني فتلك طامة كبرى العقل الشيطاني هو هذا الذي عند مراجع النجف وكربلا العقل الشيطاني الذي يوصف في الروايات بالنكراء النكراء ما هي بعقل وإنما شيء يشبه العقل مناشئه شيطانية إدراك يكون في خدمة البرنامج الإبليسي مثل ما يقول أمير المؤمنين من أن الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم تلك هي النكراء فحينما نعود إلى منهج حوزة الطوسي فإنه نتاج لألسنة نطق الشيطان بها نتاج لأقلام كتب الشيطان بها نتاج لأعين نظر الشيطان بها نتاج لرؤوس تعممت بعمائم إبليس الأئمة يصفون عمائم مراجع النجف وكربلة الرواية عن النبي في الكاف الشريف الرواية في الكاف الشريف عن هذه العمائم من أنها عمائم إبليس تلك هي النقراء ولذا ماذا أنتجوا لنا أنتجوا لنا دينا سخيفا سفيها محرفا المشكلة المشكلة الثالثة المشكلة الثالثة مشكلة الأفكار الجاهزة وهذه مشكلة مراجع النجف وقد أثبت لكم في الحلقات الماضية يقال للخوء المحقق العظيم وأنتم شاهدتم بأعينكم عظمة تحقيقه والبقية على هذه الطريقة يأخذ بعضهم من بعض يقلد بعضهم بعضا الآن الرسائل العملية قارنوا بينها ستجدون الأخطاء النحوية والإملائية هي هي موجودة في كل الرسائل العملية لماذا لأنهم يقومون بعملية كوبي ينقلون ما يجدونه في الرسائل التي قبلهم وينقلون الأخطاء ينقلون الأخطاء ينقلون الأخطاء النحوية والإملائية في الرسائل العملية فضائح الرسائل العملية يمكنني أن أمر عليها إذا وجدت فرصة سآتيكم برسائلهم العملية وسأكشف فضائحها وكيف أنهم ينقلون الأخطاء نفسها هذا يحني أنهم لا حققوا ولا دققوا ولا بققوا لماذا الأخطاء هي هي في المسائل نفسها لماذا على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن عورات هؤلاء عوراتهم لها أول وليس لها آخر هؤلاء يأخذون أفكارهم تقليدا واتباعا للذين سبقوهم وتكون هناك أجوبة جاهزة لأسئلة جاهزة حتى عامة الشيعة صارت أسئلتهم جاهزة بعضهم يتعلم الأسئلة الجاهزة من البعض الآخر وحينما يسألون المعممين يجدون أجوبة جاهزة وهم تعلموها من الذين سبقوهم وسار الدين بهذه الطريقة وأدل دليل على ذلك خطباء المنبر في كل سنة يكررون الكلام نفسه لأن الأحاديث جاهزة هم أخذوها من الذين سبقوهم والذين سبقوهم أخذوها من الذين سبقوهم وهكذا الخطب جاهزة الأسئلة جاهزة الأجوبة جاهزة مشكلة الأفكار الجاهزة وهذا أدل دليل على تخلف الواقع الشيعي وأدل دليل على جهالة وجهل مراجع حوزة الطوسي كتبهم كذلك المجدد المجدد وهو ينقل كلام الذين سبقوه المحقق وهو ينقل كلام الذين سبقوه ما الذي جدده لنا ما الذي حققه ما هم جميعا يبدأون دروسهم بنجاسة البول والغاء وكلما تقدم الزمان كلما كبرت الموسوعات لأنهم ينقلون كلام الذين سبقوهم فمثلا الكتب الفقهية في القرن السابع للهجرة تكون في حجمها أقل من الكتب التي في زماننا باعتبار أن العلماء الذين سبقوهم هم أقل عددا وكتبهم ليست متوفرة بينما في زماننا هذا ستكون الكتب كبيرة لماذا لأن عدد العلماء عبر القرون صار كثيرا ولأن الكتب متوفرة فينقلون جميع ما في تلك الكتب في كتاب واحد فتكون عندنا موسوعة كبيرة إذا أردنا أن نذهب إليها فإننا لا نجد فيها شيئا جديدا إنه الكلام نفسه الذي كان موجودا في القرن الماضي والموجود في القرن الماضي هو نفسه كان موجودا في القرن الذي سبقه وهكذا هذه مهزلة ما يسمى بالعلماء هذه مهزلة ما يسمى بالموسوعات أي موسوعات وهي علماء لماذا حينما يواجهون مشكلة واقعية إذا أرادوا أن يجيبوا عليها يجيبون هراء أو أنهم يفرون من الجواب ما هذا واقع أصحاب العمائم واقع أمامنا هذه المشكلة التي ذكرتها هذه الرسالة وأنا لا أتحدث عن هذه الرسالة بشكل خاص هذه مشكلة كبيرة في الواقع الشيعي مشكلة الأفكار الجاهزة هناك فكرة جاهزة من أن الإمام الصادق لم يبين الإمام من بعده ومن أن الشيعة ذهبت في متاهة هذه الفكرة ليست صحيحة بدرجة مئة بالمئة أتمنى عليكم أن تصبروا علي لأنني أريد أن أفتح هذا الحديث من جهات عديدة والفائدة ستتضح في آخر المطاف ستعرفون من أن دينكم دين الحقائق ومن أن البراهين والحجج التي عندنا ليست متوفرة في أي دين من أديان الأرض أنني أتحدث عن دين جعفر أتحدث عن دين الصادق أتحدث عن دين علي وآل علي صلوات الله علي نذهب إلى فاصل صلوات الله صلوات الله صلوات الله آخر صلواتك